هل يترى اتباع النظام الغذائي الصحي الصارم محسوب السعرات الحرارية يجب اتباعه واتخاذه في رأس الكاليستانيكس؟ تابعوا معي هذا الفيديو اللي معرفته التفاصيل اهلا وسهلا فيكن اصدقاء الابطال اللي ما بيعرفني ولي اول مرة بزور صفحتي انا الكوتش مجدي لما بيدي مختص في رياضة الكاليستانيكس بالاضافة لالالونلاين كوتشيك اي التدريب الشخصي عن طريق الانترنت والنصائح الغذائية المهمة قبل ما بلش الفيديو بتمنى منك دعم هاي القناة عن طريق زر اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة واذا كان عندك صديق يمكنك النقاش معه في موضوع الغذاء ارسل له هذا الفيديو وتناقشه الامر بين بعضكم البعض وبإمكانكم ايضا كتب رأيكم في التعليقات النظام الغذائي بنسبة لي هو نظام حياة بشكل عام بغض النظر عن رياضة الكاليستانيكس او اي رياضات اخرى النظام الغذائي برأيه هو نظام حياة صحي بيضمن لاجسامنا قوي بدني بتقاوم الامراض عن طريقها النظام الغذائي الصحي يعني جسم سليم وعقل سليم وبالتالي حياة سعيدة وملئة بالانتاج ننتقل الآن لموضوع الكاليستانيكس النظام الغذائي المدروس ليس مهم جيدا من ناحية اولى ومن ناحية اخرى مهم جدا جدا كيف بدنا نعرف متى مهم النظام الغذائي ومتى يمكننا التغاضي قليلا عن النظام الغذائي الصارم واللي بقصده بالنظام الغذائي الغير صارم اذا انت كنت مختص بمجال او بما يسمون باي سيكس اي الاساسيات يعني العقلي الى اخرهم بهذا النوع من التدريب انت مانك مضطر مية بالمية تهتم بنظامك الغذائي طوال ما انك عم تاخد السعرات الحرارية الكافية لجسمك ولانجازك اليوم على مدار الاسبوع مع الاخذ بعين الاعتبار بان نسبة البروتين ايضا مهمة لازم انتبه عليها لان البروتين العنصر الاساسي المسؤول عن بناء العضلات واعادة استشفاء الخلايا العضلية المهدمة عن طريق التمرين اذا انت شخص بتلعب كاليستانيكس ولكن بتحب البيسيكس كتير اي الاساسيات فانت هون ما لك مضطر كتير ترائب نظامك الصحي ولكن اهم شي انك ما تدخل في العجز السعرات الحرارية او نقص السعرات الحرارية يعني تأكل تدخل لجسمك وجبات او سعرات حرارية اقل من احتياجك اليومي وإلا بتسبب هذا الشي ضعف زائد في الجسم وبالتالي عدم مقاومة الجسم للامراض وبالنهاية ما بتحسين تتطور بالتدريب واللي بدي سألنا ليش ما لازم نهتم كتير بهذا التفاصيل ونحسب سعراتنا مي بالمي لانه جسم لاعب الكاليستانيكس ازداد كليين او ثلاثة او اربعة او خمسة كحد اخصى ما رح كتير يعاني من التطور بالاسلوب التمريني تبع البيسيكس او اللي بيسموه ساتس اند ريبس بعرف تماما انه كل يتكون تسألونا الان طيب يا كوتش متى يمكننا او متى يجب علينا الاهتمام بالنظام الغذائي وحسب السعرات ومتى يكون النظام الغذائي مهم جدا علينا الانتباه لكمية السعرات الحرارية التي تدخل اجسامنا وكمية البروتينات والكربوهيدرات اذا كنا نتبع اسلوب المهارات يعني اذا انتو بتتدربوا بشكل خاص يفضل انكم تنتبهوا لنظامكم الغذائي ويفضل ايضا ان نراقب وزننا يوميا طيب ليش موضوع الوزن كتير مهم ولازم نراقبه يوميا باختصار اذا كنت انا اليوم عم اللعب تاكت بلانش او اي بروغرشن متعلق المهارات اليوم عم اللعب هاد التمرين وانا وزني سبعة وستين اذا مارست نفس التمرين بعد تلت اربعة ايام وكان وزني تسعة وستين مسلا او تمانا وستين ونص رح لاقي فرق كبير وصعوبي كبيري بهاد التمرين نفسه وهذا احد الاسباب اللي بيخلي كتير من الرياضيين او اللي بيلعبوا يستغربوا من عدم تطورهم بالتمرين لكي نفهم الكونسبت اكتر اتخيل حالكم عم تلعبوا السترادل فرونت ليفر او حتى الدراجون فلاف بهذا الشكل واجه شخص قام بالنقر على اصبعت رجلك من هون لجهة الارض منحس بصعوبة كتير ومنحس بمخاومة جدا صعبة على الرغم انه هو عمل بس مخاومة بسيطة او حتى حمل كتير صغير ليش باختصار لانه المهارات صعبة وكمان بتكون ضد اجازبيه الارضي من شان هيك الانتباه لموضوع الوزن اليومي ودراسة السعرات الحراري يفضل تكون متبعها انت بنظامك خصوصا اذا كان متبع المهارات لحتى تشوف وتلمس تطور اسراء يعني باختصار يا اصدقائي التغذي ما هي الكارثي الاكبر او الموضوع الاهم في رياضة كالستينيكس او بشكل عام بكل الرياضات يجب اكلنا يكون مدروس ومحدود ما يكون زيادة عن سعراتنا الحراري المتطلبي وما يكون نقصان بالاضافة للاهتمام للبروتين والفيتامينات والاملاح المعدني والكربوهيدرات لانه كل شخص بيختلف عن الاخر في عنا ناس بتاكل وبتسمن بسرعة في عنا ناس مثل انا انا باكل كتير ولكن ما بسمن بشكل سريع لانه عملية الاستقلاب او عملية الايد سريعة جدا عندي يعني عملية الهضم سريعة جدا ولكن صريح معكم يعني انا كمان كتير بعملت النشاطات باليوم وماني كتير صاري مع موضوع كتابة او حسب السعرات الحرارية لانه خلص انا بعرف جسمي بحاجة هاي الكميم من الاكل وهاي الكميم من السعرات الحرارية واذا اكلت اكتر ممكن اسما او اذا اكلت اقل ممكن اضعف فانا بعرف تقريبيا نسبة او كمية السعرات الحرارية اللي بيتطلب الجسمي يعني انا بصراحة بستمتع من حين الى اخر بوجبي سكريات حلوي كنافي من هون شغلي عملي يعني واحد يستلز شوي لانه بالنهاية الاكل يعتبر جزء من الحياة ويعتبر ايضا متعة من متعة الحياة وهذا الشيء بيأسر ايجابيا على نفسيتنا بيأسر على قدرتنا بالتطور بالتمرين يعني انا ماني مع الرأي انه واحد يتبع نظام غزائي صارم جدا ولكن ماني مابسوط فيه هذا الشيء ممكن يأسر سلبيا على السعادة وعلى التمرين وعلى حياته بشكل عام وهذا كان فيديو اليوم لا تنسونا اصدقائي من تعمل قناة عن طريق الشير واللايك والسبسكرايب ابشوكم الحلقة الجاي كام معكم مجدي سلام اشتركوا في القناة